اشتركوا في القناة ودي التاني حلقة في الشرح التفصيلي للصورة كنا المرة اللي فاتت خلصنا اربع ايات عند قول الله سبحانه وتعالى ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم ولله جنود السماوات والارض وكان الله عليما حكيمة ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم يعني الوقفة اللي قبل ما ادخل في الاية الخمسة مع قلنا ان معا غير على وان معا معناها ان الايمان اللي قبل اغرى الايمان اللي بعدها والمقامات اللي قبل اغرى المقامات اللي بعدها والإيمان يعني كل عمل من أعمال الدين بيزرع نوع من أنواع الإيمان غير العمل الثاني أو مقامات إيمانية غير العمل الثاني فالدعوة بتجيب مقامات غير للعبادة بتجيبها فده اسمه إعجاز الحرف في القرآن اللي هو الحرف ده كان متوقع نبقى على جيمة عليه يعني لو قلبت الصفحة اللي قبلها في آخر سورة محمد هتلاقوا ومن يبخل فإنما يبخلوا عن نفسه هو المتوقع في اللغة فإنما يبخلوا على نفسه عندي معناه إيه؟ يا إما عن نفسه يعني العب ده طالع عنه هو منه هو يعني لما أهل الدين يبخلوا أو حد يبخلوا أعطف تكروا أن الدين الإسلامي دين بخل حدش حج على الإسلام الإسلام حج على نفسه فهو ده هو اللي بخيل إنما الدين مش دين بخل يا إما المعنى يبخلوا عنه كأن مش هو اللي بيدفع ده كأن الخير جاي له وهو اللي بيقوله إليك عني إليك عني مش عايزك تجيلي فكأنك لما بتطلع لربنا هو أصلا ربنا هيده لك أضعف بضعفة فأنت لما بتمنع فعليا بتمنع عن نفسك وبتضرد الخير عنك شوفوا المعنى الخطير فده إعجاز الحرف نبدأ بقى من أول هذه الحلقة ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار وخالدين فيها ليدخل المؤمنين اللام دي لم ايه لام العقبة ليزدادوا إيمانا ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات يعني لما هيزيد منسوب الإيمان هتوصل لنصاب الإيمان اللي يجب أن تحصلوا من أجل أن تدخل الجنة فربنا يدخلك الجنة أصلا الجنة دي مش أي جنة دي جنة المجاهدين مئة درجة في الفردوس الأعلى للمجاهدين في سبيل الله فدي مش أي جنة يا جماعة الجنة لا تمن مش أي حاجة معاك كده الواحد يدخل بقى الجنة مش أي حاجة وخلاص إلا أن يعفو والله ويتكرم ويكفر السياد سبحانه وتعالى إنما هنا بعض المؤمنين قالوا ليزدادوا ليدخل يعني أنت لما تزيد هينفع أنك تدخلها يعني الجنة بتاعت المجاهدين ده عايز حد إيمانه في السماء مش أي حاجة ادفعوا ثمن الجنة حصلوا الإيمان ومنسوب الإيمان اللي مطلوب عشان تدخلوا الجنة من خلال المجاهدة في الأعمال الصالحة ليدخل المؤمنين والمؤمنات طيب المؤمنات ما لهم 1400 صحابة طلعوا الحديبية الستات عادمت في المدينة ما للستات لا ما هو لولا الراجل سايب في البيت واحدة مشجعانه يخرج كانش عارف يخرج فهم شركاء الرجال في هذا الأجر لما تساعد جوزك على الدعوة إلى الله انت شركته في الأجر بإذن الله سبحانه وتعالى ولازم يا جماعة زباب نخطب الرجل نخطب المرأة المرأة مهمة ربنا قال بعدها ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات المرأة في أهل البطل لها دور إيجابي في حرب الإسلام يبقى لازم المرأة عندنا هي كمان يبقى لها دور إيجابي في نصرة الإسلام ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات اللي قال فردوس الأعلى اللي قال جنات المجاهدين تجري من تحتها الأنار تصور مهول إحنا اللي عندنا بتجري من تحتها ما وصل الصرف الصحي إنما متخيل كده مدينة فنسيا المدينة العائمة لا أصره والأصر بتحته أنار وتحته بحر تصور مذهل خالدين فيها لا يحرمه الله منها بعد أن أفقهم إياها ويكفر عنهم سيئاتهم ويكفر عنهم سيئاتهم المفروض كانت تيجي قبل الجنة معنى أنا لازم يتغفر الزنوبة أو تتكفر عشان أدخل الجنة ليه الجنة الأول أول حاجة عشان يبقى الهم الأول لك هو الجنة عشان تبقى طالب جنة عشان العامل لدين ربنا لازم يبقى حلمه هو الجنة يبقى الجنة في الأول عشان قلبك يتعلق بيها طب لما يجي يكفر عنهم سيئاتهم بعدها يا إما إن في الدنيا انا بوعدك بالجنة في الاخرى وفي الدنيا اعمل ما شئت فقط غفرت لك انا هضاعف حسنات عملك لدين ربنا هتضاعف لحد ما تطمس اي سيئات انت عملتها وعد بمضاعفة الحسنات اصلي يكفر عنهم سيئاتهم تكفير السيئات مش معناه ان السيئات تروح التكفير التغطية كأن الحسنات تكتر 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 لحد ما تتدفن فيها السيئات يعني ايه تكتر؟ يعني مضاعفة الحسنات ويكفر عنهم في حمولات ربنا يشيلها عنك انت ما تقدرش تشيل احمال دنيتك ولا اخرتك انما ربنا هو اللي بيشيل عنك سبحانه وتعالى فعنهم هنا كلمة فيها حنان رباني عظيم قوي وحنانا من لدنا غير ان برضو في معنى تاني طب هو الوقت هيدخل جنة المجاهدين طب هو دخل الجنة طب عشان يطلع لدرجات المجاهدين وعنده زنوب طب ازاي الزنوب دي من عامل الارتقاء ربنا يكفرها فيرتقي في درجات الجنة ويرتفع بتكفير السيئات معاني جميلة وكان ذلك عند الله فوزا عظيمة الفوز زي مثلا برازيل والارجنتين بيتنافسه على كاس العالم في النهاية ده اسمه الفوز اللي هيخده الفوز يبقى الفوز لما يكون فيه تنافس شديد على حاجة عظيمة وخطيرة هو ده اللي يستهل التنافس الجنة ودرجات الجنة العليا هي الحاجة الوحيدة في الدنيا اللي تستهل التنافس واللي تستهل ان الانسان نفسيته تتعب ويجي له اكتئاب انما الانس بيجي له اكتئاب عشان الدنيا عشان كده ابو بكر يقول يا رسول الله ارش شايبة قد اسرع اليك النبي كان عنده حوالي 11 شعرة ابيضه او احمره بسبب العطر كسرت توضع العطر عليه الصلاة والسلام انما ربنا متى عن النبي بالسواد حتى مات يعني شعره لحيته كانوا سود لحد ما مات عليه الصلاة والسلام فقال له شايبتني هودن واخواتوها النبي شاب بسبب الاخرى الناس بتشب بسبب الدنيا يبقى دي لازم تبقى هي الهموم فعلا انت بتتنافس وعيش حياتك في منافسة رهيبة عشان المقامات العليا من الجنة هو ده همك هو ده فيه ناس بتموت نفسها عشان العشرة الاول من الدفعة العشرة الاول على سنوية العامة الاوائل على الدكتوراه مثلا او الزمالة البريطانية او المعارضة الامريكية انت مستأتل عشان تطلع من الاوائل على الجنة وكان ذلك عند الله اوعى يبقى دي المقاييس عند ربنا ومش دي الموازين عندك اوعى تبقى موازينك بيضة اوعى تبقى موازينك متشألبة وكان ذلك عند الله فوزا عظيمة كان ناكون يعني ده حاجة مستقرة انت طمعت فيها انت انصرفت للدنيا وزهدت في الاخرة هو دي الحاجة الوحيدة لله ايمة مش معنى انك انت ما بتفكرش في الاخرة وما بتعظماش ان مش الاخرة هي الحاجة الوحيدة لله ايمة فانتبه وفوق وصحح موازينك ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات للمنافقين قبل المشركين رغم ان المشركين دولهم اللي شالين السيوف لان المنافقين اخطر وجوههم اعظم ولازم نحذر منهم اكتر والمشركين والمشركات طب ربنا بيمتنى على المؤمنين انه هيعذب اعداهم اه مانا لما شوف عدو اللي منع الدعوة وهو بيتعذب انا افرح الظنين بالله ظن السوق ايه ظن السوق ده ظن السوق اللي هو ظنه خدوا بالكو ده ظن السوق مع المنافقين والمشركين فيه ظن السوق مع المسلمين بعدها الصفحة اللي بعدها وظننتم ظن السوق وكنتم قاوما بورا ده ربنا هي لها الناس ملتزمين وملتحين ومنتقبات بس مرضوش يخرجوا في نصر الدين ربنا فظن السوق هنا له معنى وظن السوق هنا له معنى ظن السوق مع المشركين ومنفقين أنهم ظنوا أن الله سيتخلى عن من عاشه لأجله يا جماعة ده احنا عايشين عشان ربنا انت زي تظن ان ربنا هيتخلى عن اللي عايشين عشانه واللي عايشين عشان نصرته ده اغلى انسان على وجه الارض اداعي لله واغلى كلمات على وجه الارض هي الكلام اللي اتقال عن الله سبحانه وتعالى اداعي لله ده انسان مش مشغول انه يرد اي شتم عن نفسه مشغول انه يرد عن الله قصته كلها انه يرد عن الله سبحانه وتعالى مش مهم انه تشتم ولا لا المهم ربنا ما يتقالش عليه حاجة المهم الدين الظنين بالله ظن السوق وانتو ظنين ان ربنا يسيب أولياءه عليهم دائرة السوق هتدور الايام وبعد ما كانوا هم الأقوية لأنهم وقفوا طد الدين هم اللي هيبقوا الضعفة وربنا هيقوي الدين ده يقين هي دي سنة ربنا والدائرة ده هي محيط كامل بيحيط بنقطة من جميع الجهات يعني في حاجة مخنوئة ومحاطة من كل ناحية هتتخنقوا ربنا هيصلت على أعداء الدعوة لابتلاءاته المصايب لحد ما يخنقهم وتحيط بيهم والآياته بالله وربنا سبحانه وتعالى هيحصرهم وهم اللي بعد ما كانوا محصرين الدعوة ومنعيين أبواب الدعوة هم اللي هيحصروا وهيتخنقوا وربنا هيفتح للدعوة فكلمة فتحنا عكس كلمة دائرة دائرة في حد مخنوق من النص فتحنا في أبواب اتفتحت ف intensity كنتم محصرين في الأحزاب قبل كده وهما هاتفتحوا لهم هم اللي هيتحصروا وانتو هاتفتح لكم والأيام تدور وهتدور عليهم عليهم دائرة الساهم اللي ضربوه عليكم هيدور ويرجع لهم ويلفنهم تانmart وغضب الله عليهم ولعنهم ايه الفرق من الغضب واللعنة الغضب هي ما قبل الانتقام بدان في غضب انا خضبت من واحد يبقى همين دي دي عليه اللعنة هي الطرد من الرحمة فالغضب هو مد هو مد اليد بالعقوبة واللعنة هو نزع يد الرحمات ولله المثل الاعلى بس انا بقول في البشر يبقى عشان كده ربنا قال مع الاثنين المتلاعنين قال ايه قال مع المرأة قال مع المرأة ايه اللي تقسم كذب انها لم تزني ان عليها غضب الله انما الرجل اللي يقسم ان مراته زناتها كدب عليه لعنة الله لانه طردها من رحمة الناس طلع عليها يا صومة عنها زانية فالناس كلها بتسيبها فيطرد من رحمة الله زي ما طردها من رحمة الناس انما هي كذبت وزنت وخانت واقسمت بالله كذب فيغضب الله يعني الله سينتقم منها في الدنيا قبل الاخر فده اعجاز اختيار الالفاظ في الكرآن او بنسميه يعني بسميه في الكتاب الظهوري الاعجازية في النص القرآني اسأل الله ان ينسر يعني ظهوره حركية اللفظ القرآني ايه الفرق من اللفظ دا واللفظ دا اللفظ تغير ليه يبقى الغضب غير اللعنة كل دي توعدات كل دي توعدات للناس اللي وقفوا فوش الدعوة للناس اللي وقفوا امام دعوة ربنا غير بعض صفحة اللي بعدها توعدات للي ما نصروش الدعوة مش معنى انك مسلم وملتزم انك ما تنصرش الدعوة وتفتكر انك عديل يبقى ربنا توعد اتنين اللي عادت دعوة وقفوا الشها واللي خزل الدعوة ومرضاش انه ينصرها لا يتزال طائفة من امتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خلفهم خذلهم يعني واحد ملتزم برضو بس مرضاش ينصرهم خلفهم يعني واحد وقفوا الشهم اللي اتنين ربنا توعدهم في هذه الصورة العظيمة واعد لهم جهنم جهنم ليه قعر النار Bullet بالله وكان الله عزيزا حكيمة هنا في لفظ تحرك حركية اللفظ في صواري الاعجازات في النص القرآني كان فوق ولله جنوده سماواته muscular مع المؤمنين وكان الله عليما حكيمة هنا ولله جنوده سماواته والارض مع الكفار وكان الله عزيزا حكيمة لان فوق كان ربنا بيذكر المؤمنين بالجيوش الربانية ترغيبا ان كل دول في ظهركم اتخفوص انما هنا الله يذكر اعداء الدين بالجيوش الربانية ترغيبا ان كل دول ضدكم عشان كده بعدها وكان الله عزيز عزيز يعني لن يغلب مهما كانت قوتك ولا يغلبن مغالب الرحمن كما قال حسن ابن ثابت رضي الله عنه وارضاه فجات عزيز لن تغلب الله ابدا مهما كانت قوتك انه ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا الله شاهد مين الاتبعك مين لنصرك مين اللي خذلك كما يقول الحسن البصري يؤتى بالاسلام يوم القيامة فيقوله يا رب هذا نصرني ويا رب هذا خذلني حتى اذا جئ بعمر من الخطاب قال الاسلام يا رب كنت كنت غريبا حتى اسلام عمر يترى الرسول هيشهد عليك يوم اليامة بايه ومبشرا ونذيرا ومبشرا هيبشر مين اللي هيبشر اللي نصره الرسول جاي يبشر انصاره ونذيرا للي هيغضل النبي عليه شيء السلام لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة واصيلة اللام دي بقى جميلة يا جماعة اللام دي مهمة أوي اللامات بتاعت الصورة الفتح جميلة يعني مثلا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك اللام دي المفسرين اختلفوا لام العاقبة يبقى معناها ان عواقب الدعوة عظيمة ولا لام التعليل يعني لم التعليل لام التعليل يعني اذا فتح الله لك ابواب الدعوة واستعملك فاعلم ان الله يريد ان يغفر لك كنت مرة مع الشيء محمد حسن في الحج فبدأ بكلمة جميلة أوي للحجاج قال لهم اعلموا ان الله لم يأتي بكم الى هنا الا وهو يريد ان يغفر لكم الله فكلمة جميلة تشرح يأسره ولا تعسره وبشره ولا تنفره يبقى لام التعليل هنا معناها ايه ان بقى لم فتح لك ابواب الدعوة واستعملك في الدعوة يبقى يريد ان يغفر لك ويهديك وينصرك طيب اللام هنا بقى لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزره فيها تلت تلت احوال الحالة الاولانية ان اللام هنا لام العقبة لام العقبة ان ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنه يعني لو اتبعت محمد هتوصل للامان وهتوصل للعبادة وهتبقى في السماء يبقى اخرتها كل خير يبقى اتباع السنة هيوصلك الى اجمل العواقب يبقى دي لام العقبة طب تنفع تبقى لام الامر اه ابن عشور في التحرير والتنوير حملها على انها لام الامر لتؤمنوا بالله وتعزروا اي هذه حقوق الله عليكم مقابل نعمة ان الله ارسل لكم محمد فاني حقوق ده مش مزاجك ده فضل وليس ده فرض وليس فضل اللام التالتة اللي هي لام التعليم يعني اللام التعليم انها ارسلناك لتؤمنوا كأن النبي عليه الصلاة والسلام هي دي غايته اصلا هي دي غايته النبي عاش حياته متجرن لله هو مش عايز بقولك هو كان بينامع الحصير وكسره وقيسر ينامون على الحرير هو ما طلبش سلطة ولا طلب مركز وكان بيرفض ان الناس تؤمله وقال من احب ان يتمثل له الناس قياما الرجال قياما فليتبوق مقعده من النار نبقى عليه الصلاة والسلام كان ما شابعة من يعني من طعام طيب حتى مات عليه الصلاة والسلام نبقى عليه الصلاة والسلام كان ذاهد في الدنيا يبقى النبي كان متجرد لكل رسالة حياته لتؤمنه لعشان منسوب الامان في قلوب الناس دي يبقى كل داعية لازم يبقى كده كل داعية كل همه اللي تؤمنه وتعزره وتوقره وتسبحه يبقى هدف الدعاء انهم يطلعوا مجتمع في أربع صفات الصفة الاولين اللي تؤمنه بالله مجتمع مؤمن الصفة التانية وتسبحوه بكرة وأصيلا المفاصلين قالوا يعني للنهار يعني مش ساعة أول نهار وساعة آخر لا لأ للنهار تسبحوه يبقى عابد يبقى مجتمع مؤمن عابد الحاجة التالتة وتعزره وتوقره ايه الفرق من التعذير والتوقير التعذير لما واحد مثلا يعمل غلطة في الدولة الإسلامية يقول له مثلا احبسوا تعذيرا يعني تعذير يعني ردع يبقى تعذروا اي تردعوا كل من يتطاول على الله ورسوله اي تردعوا كل من يحارب الله ورسول يماناك جهدوا من أجل دفع أي عضوان عن الدين طب توقرو لا بلكم لا ترجونا لله وقر الوقر في القلب انكم توقروا كلمة سنة توقروا كلمة شريعة إسلامية توقروا كلمة دعوة ودعاء إلى الله سبحانه وتعالى توقروا كلمة حلال وحرام توقروا كلمة قال الله قال رسول الله توقروا كلمة أمره ناهي يبقى دا وتوقروه يبقى اذا هدف الدعاء إلى الله ثلاث حاجات اخراج مجتمع مؤمن عابد تؤمنه تسبحه ثاني حاجة اخراج مجتمع مجاهد تعذره ترضعه كل من تسول نفسه شاتم النبي او احتلال فلسطين او او ثالث حاجة مجتمع موقر معظم للشريعة الإسلامية والإحكام الله في المعاملات والبيع والشراء والمال والاجتماعيات والزواج والطلاق يبقى التعذير بالجوارح جهاد والتوقير في القلب تعظيم قدر الدين وقدر الأوامر والنواهي في الدين دي الرسالة بتاعت كل داعية هو المفوضة عشان دي بس بس لازم نتجرد النبي بقى لما تجرد لله سبحانه وتعالى النبي تجرد النياد رسالته عشان كده كل ذرة إيمان في قلب حد من الأمة ربنا جعل النبي سبب فيها فلازم نعرف فضله علينا عليه الصلاة والسلام لو لا لكنت فحمة في جهنم عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام فلما النبي تجرد لله ربنا قال له إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله تخيل إنك بقيت ممثل للحق على وجه الأرض إنك بقيت رمز للدين على وجه الأرض اللي بيحط إيله في إيه لك اللي بيحط إيله في إيه لربنا سبحانه وتعالى كل ما هتتجرد للدين والدعوة وتبقى فعلا مش عايز حاجة من وراء شغلك وجهدك وجهادك إلا أن تكون كلمة الله هي العليا ربنا هيرفعك وربنا سبحانه وتعالى هيجعلك رمز للدين في الأرض وده من عواقب التجرد ننهي هنا بقى إحنا كده خلصنا صفحة من سورة الفتح في 8 مرات ربنا يعينا بقى إن شاء الله بإذن الله لسه 3 صفحات ونص كده بإذن الله نسأل الله أن يوسرهم أسأل الله أن يوسرهم أسأل الله أن يوسرهم ويبارك فيهم اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا اللهم اجعلنا من أهل القرآن اللهم ارزقنا حفظ القرآن في صدورنا اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك الهدى والعافية اللهم إنا نسألك الإخلاص والعافية اللهم إنا نسألك اليقين والعافية اللهم اهدنا وسددنا ووفقنا وأرشدنا وأيدنا بروح منك وجعل لنا ودا يا رحمن يا ودوت اللهم أمين اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى ونستجير بك من النار اللهم صلي على محمد اللهم صلي على محمد سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك جزاكم الله خير